حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سماك عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتمين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف علي ميء فرأى خيرا منها فليأتي بالذي هو خير حدثنا يحيى بن سعيد وواكيع عن زكريا قال وكيع عن عامر وقال يحيى في حديثه قال حدثني عامر قال حدثنا عدي بن حاتمين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعرض فقال ما أصبت بحده فكله وما أصبت بعرضه فهو وقيذ وسألته عن صيد الكلب قال وكيع إذا أرسدت كلبك وذكرت أسم الله فكل فقال وما أمسك عليك ولم يأكل فكله فإن أخذه ذكاته وإن وجدت مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما ذكرت أسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره حدثنا وكيع وأبو معاوية المعنى قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتمين الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتمين أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع ألها ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطب أن تقول ومن يعص الله ورسوله حثنا وكيع حدثنا سعدان الجهني عن أبن خليفة الطائي عن علي بن حاتمين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يتقي النار فليتصدق ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبات حدثنا وكيع حدثنا أبي عن منصور عن إبراهيم عن همامين عن علي بن حاتمين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال لا تأكل إلا أن يخزق حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن مري بن قطري عن علي بن حاتمين الطائي قال قلت يا رسول الله إن نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الدمى بما شئت واذكر أسمى الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمر ومولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتمين قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأ غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن علي بن حاتمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشقة تمرة فليفعل حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتمين قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار قال ابن جعفر قال ابن جعفر فتعوذ منها واشاح بوجهه ثم قال اتقوا النار ولو بشقة تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن محلي بن خليفة قال عبد الرحمن قال سمعت عدي بن حاتمين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقوا النار ولو بشقة تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة وقال ابن جعفر فبكلمة حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيدي بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتمين وكان لنا جارا أو دخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسلوا كلبي فأجيدوا مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال فلا تأكل فإنما سمعت على كلبك ولم تسمي على غيره حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتمين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حثنا بهز حدثنا شعبة أخبراني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تميم ابن طرفة الطائية يحدث عن عدي بن حاتمين قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف علي مي فرأ غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا مجالد عن عامر عن عدي بن حاتمين قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمني الإسلام وأنا عطى لي الصلاة وكيف أصلي كل صلاة لوقتها ثم قال لي كيف أنت يا أبن حاتمين إذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف إلا أنها حتى تنزل قصور الحيرة قال قلت يا رسول الله فأين مقانب طيء ورجالها قال يكفيك الله طيئا ومن سواها قال قلت يا رسول الله إن قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزات فما يحل لنا منها قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا أسم الله عليه فما علمت من كلب أو باز باز ثم أرسدت وذكرت أسم الله عليه فكل مما أمسك عليك قلت وإن قطل قال وإن قطل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك قلت أفرأيت إن خالطا كلابان كلاب أخر حين نرسلها قال لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك قلت يا رسول الله إن قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا قال لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ماذا كيت حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن علي بن حاتمين قال قلت يا رسول الله إن أرضي أرض صيد قال إذا أرسدت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك وإن قطل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه وإذا أرسدت كلبك فخالطته أكلب لم تسمي عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتله حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سليمان عن أبي عبيدة عن رجل إن قال قلت لعدي بن حاتمين حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك قال نعم لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت خروجه كراهة شديدة خرجت حتى وقعت ناحية الروم وقال يعني يزيد ببغداد حتى قدمت على قيصر وقال فكرهت مكان ذلك أشد من كراهية لخروجه قال فقلت والله لو لأتيت هذا الرجل فإن كان كذبا لم يضرني وإن كان صادقا علمت قال فقدمت فأتيته فلما قدمت قال الناس عدي بن حاتمين عدي بن حاتمين قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عدي بن حاتمين أسلم تسلم ثلاثا قال قلت وإني على دي إن قال قال أنا أعلم بدينك منك فقلت أنت أعلم بديني مني قال نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك قلت بل قال فإن هذا لا يحل لك في دينيك قال فلم يعد إن قالها فتوضعت لها فقال أما أني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما اتبعه ضعافة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة قلت لم أرها وقد سمعت بها قال فوالذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جواري أحد ولا يفتحن كنوز كسرى بن هرمز قال قلت كسرى بن هرمز قال نعم كسرى بن هرمز ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد قال عادي بن حاتمين فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها حدنا عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تقال حدثنا زيد بن الحباب عن يحيى بن الولدي بن المسير الطائي قال أخبرني محل الطائي عن عدي بن حاتمين قال من أمن فليتم الركوع والسجود فإنا فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر سبيل وذاء الحاجة هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن سماكي بن حرب قال سمعت مري بن قطري قال سمعت عدي بن حاتمين قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا قال إن أباك أراد أمرا فأدركه يعني الذكر قال قلت إني أسألك عن طعمين لا أدعوه إلا تحرجا قال لا تدع شيئا ضارعت فيه نصرانية قلت أرسل كلبي فيأخذ الصيد وليس معي ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الدمى بما شئت واذكر أسمى الله عز وجل حدثنا حسين حدثنا شعبة فذكره بإسناده إلا إلا أنه قال سمعت مري بن قطري الطائية وقال إن أباك أراد أمرا فأدركه قال سماك يعني الذكر حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك بن حرب فذكره من موضع الصيد وقال أمر الدمى حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سماك عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتمين وأتاه رجل يسأله مئة درهمين فقال تسألني مئة درهمين وأنا أبن حاتمين والله لا أعطيك ثم قال لو لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف علي مئن ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير حسنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن همامي بن الحريث عن عدي بن حاتمين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن نرسل كلابان معلمات قال كل قال قلت وإن قطال قال وإن قتل ما لم يشركها كلاب غيرها قال قلت فإن نرمي بمعراض قال إن خزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن مري بن قطري عن علي بن حاتمين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد أصيده قال أنهروا آدم بما شئتم واذكروا أسم الله وكل حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل إن قال يعني كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتمين وهو إلى جنبي لا أسأل عنه فأتيته فسألته فقال نعم بعث النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث فذكر الحديث حدثنا محمد بن أبي عادي عن أبن عاون عن محمد عن أبن حذيفة قال كنت أحدث حديثا عن عادي بن حاتمين قال فقلت هذا عادي بن حاتمين في ناحية الكوفة فلو أتيته وكنت وكنت أنا الذي أسمعه منه فأتيته فقلت أني كنت أحدث عنك حديثا فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فررت حتى كنت في أقصى الروم فذكر الحديث حدثنا محمد بن فضيل عن بياء عن الشعبي عن عادي بن حاتمين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن قوم نتصيد بهذه الكلاب قال إذا أرسدت كلابك المعلمة وذكرت أسم الله فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلت إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطه كلاب من غيرها فلا تأكل حان أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن خيثمة عن أبن معقل عن عادي بن حاتمين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتقوا النار قال فأشاح بوجهه حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار وأشاح بوجهه قال مرتين أو ثلاثا اتقوا النار ولو بشق التمرت فإن لم تجدوا فبكلمة طيبات حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عادي بن حاتمين الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقوا النار ولو بشق التمرت حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد العزيز بن روفيع يحدث قال سمعت تميم ابن طرفة يحدث عن عادي بن حاتمين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف علي ميء ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه حثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال اتقوا النار وعملوا خيرا وافعلوا فإني سمعت عبد الله بن معقل يقول سمعت عضي بن حاتمين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولوا اتقوا النار ولو بشق التمرت